اشتركوا في القناة هي امان العشاق التي تحولت الى سراب بعد مجموعة من الاخطاء التي لا تختفر بعيدا عن ملعب السلام زرنا الفندق الذي اقام به المنتخب الوطني حين كان هنا في القاهرة الاركان تتحدث عن انطباع جميل تركه رفاق بوصوفة لدى كل من احتك بهم طيلة فترة اقامتهم نسلل الستارة على هذه الصفحة بصورة لحافلة منتخب يواصل الرحلة رغم كل المعيقات التي تتعلق بالامكانيات وهنا سنغادر كما غادروا لنسأل رجلا محنكا خبر الكان ولديه ما يقال حول المنتخب الوطني وكذا فتاه المدلر رونار اذا تأهل المغرب كنا سنقول احذروا منتخب المغرب خطير جدا في الواقع سيبقى المنتخب المغربي منتخبا كبيرا وارفي رونار كذلك سيبقى مدربا كبيرا لكن للأسف لقد ودعوا المنافسات عين هذا الرجل ثاقبة وفكره منير فكيف ينظر لمستقبل الجارة الجزائر في هذه البطولة اعتقد ان الجزائر المنتخب المرشح للفوز بكأس افريقيا ولكن هناك ثلاث مباريات متبقية وفي لقاءات اقصاء المغلوب كل شيء ممكن ولكن افضل فريق في هذه الكأس الافريقية هو الجزائر وبلا ادنى شك بعيدا عن الشيخ الفرنسي قريبا من مدرب جزائري صنع الحدث في قاهرة المعز الحديث هنا عن جمال بالماضي الذي عقد ندوة صحفية تحدث فيها عن قمة الفيالة المنتظرة بمدينة السويس بالماضي وصف الكوديفوار بالمنتخب القوي والمرشح دائما للفوز بالبطولة الا انه اكد جاهزية الخضر للقمة الافريقية الاصعب في الدور الربع النهائي انت تطرح الاسئلة وانا هنا للاجابة لست هنا في محكمة سؤال جواب وعندما يطرح علي سؤال فانني اجيب كما اريد اكرر لديكم مشكلة مع عملية شرح وتفسير المرشح وغير المرشح لن ادخل في تفاصيل هذا الموضوع منذ البداية مؤتمر صحفي يلي اخر تكررون نفس الاسئلة حاولوا ان تتمتعوا بمخيلة اوسع فيما يخص الجانب النفسي نحن نعمل عليه دائما وسنكون على اتم الجاهزية ان شاء الله وانا نعمل ماتش ع كوديبور كنت تحكي عليه هنا كنت نشوفه فلاتيلي بندوقاني مع الفارق الوطني ورح نلعب كونتر كوديبور هذه التحفيز لي رح نكون فرحا بزاف وهذا الماتش رح نشاء الله رح نجيبه بسكو كوديبور عندهم اكيب مليحة عندهم الاكسبرينس بسحنا رح نفوذ عليهم بالقلب ونكونوا كوستنظرين تابعينا الكرام أهلا بكم في هذا الحوار مع داني جوردن الذي كان رئيسا للجنة المنظمة لمونديال جنوب افريقيا 2010 واضو الاتحاد الافريقي حاليا شكرا لقبولك الدعوة سؤال الاول كيف وجدت فريقك لقد خلق مفاجأة كبيرة سعدت الشعب في جنوب افريقيا نعم اعتقد ان الفريق قدم اداء جيدا في مباراة مصر ونحن سعداء بذلك لان هؤلاء اللاعبيين بامكانهم التألق لقد احتاجوا لوقت طويل للانسجام فيما بينهم واعتقد ان الانتصار على مصر منحهم القوة والثقة ونحن نتطلع الان للقاء المقبل كيف تجد مستوى هذه البطولة التي تشهد لأول مرة مشاركة 24 منتخبا اعتقد ان الانتقال من 16 منتخبا إلى 24 دفع الناس للتساؤل على مستوى المنتخبات الثمانية الجديدة وهل ستؤثر على جودة المنافسات انا لا اظن ذلك هذه المنتخبات تمتع وتفاجئ الجميع في هذه البطولة اذا نظرت للمنتخبات الثمانية المتأهلة ولمن عاد للديار سترى ان مستوى البطولة جيد وتمنح فرصة اكبر للمنتخبات الافريقية بالطبع نشعر بالاحباط لاقصاء المنتخب المغربي الذي كان مرشحا للفوز باللقب ولكن هذا هو حال كرة القدم يوما ما تسوء الامور ولا تسير بشكل جيد لذا اتمنى التوفيق للمغرب في المستقبل هناك بعض المعلومات تتحدث ان الاتحاد الافريقي قرر ايقاف السيد فوزي لقجا على خلفية ما حدث في نهاي كأس الكنفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان لا املك اي معلومات تابعة لجنة الانضباط تدرس عددا من القرارات المختلفة لذا علينا الانتظار لذا علينا الانتظار شكرا